كبيرة لهيئة الاستثمار وينتزعها من هيئات وأطراف أخرى هل هناك ضمانات حقيقية بأن الأمور هتسير بكل يسر وكل الجهات هتتخلى عن صلاحياتها دي المتمسكة بها منذ سنوات اللي تمنحها لهيئة الاستثمار والله حضرتك لا أول مساء الخير يعني مساء الخير يا فان حضرتك الكيس دي الحالة دي مش كانت موجودة أيام الوزير السابق لما عمل الشباك الواحد وقال هعمل بنك عشر سلمان أه وقال هعمل بنك الأراضي وحطي فيه كل الأراضي بحيث اللي جاي من طريق الشباك الواحد يقدر يقدم وياخد الأرض وتخصص له الأرض والكلام ده كله طيب الكلام ده مشي مامشيش مامفاش لأن الجهات الولاية لم تقبل هذا الكلام خلينا بس أمنا نهقق إيه فايتت إن أنا أعمل قانون ومحدش هلتزم به أنا وجهة نظري هي دي الخطورة اللي موجودة في الموضوع إن النهاردة القانون حلو جميل ماشي طبعا أنا متطفق مع الموانسي حسين مية في المية إن الاستثمار مش قانون مبدئيا يعني بس ماشي هنقول للقانون آه مقبول طيب على الأقل بيحط يعني أطر وقواعد للتعامل يعني لا 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 طبعا ما فيش حاجة في الدنيا بتشتعلها بهذا كده مش قصدي كده أنا قصدي وإيه لك كان إيه الهجوم الشديد على سيدة وزيرة الاستثمار طالما القانون شو مهم كان شو ممي بقى تطلع لا 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 مش قاني هذا أنا قاني إن مش معنى إن فيه قانون استثمار جيد يطلع إن ده معناها إن الاستثمار في مصر حينطلق ده مش واقع الواقع بيقول حاجة تانية الواقع بيقول إن إحنا في مجال الاستثمار عندنا مشاكل أكبر بكثير من القانون صحيح فدي المشكلة الرئيسية اللي لازم نركز على شوية المناخ العام زي بالمشوانس حسين قال عايز إنك يبقى فيه ثقة إنك تضخ فلوسك إنك تطلعها إنك تستثمرها إن فيه حد يساعدك على إنك حسنا هقول لحضرتك حاجة من كم سنة أنا أمين صندوق اتحاد مستثمري مصر بالإضافة هنا ده كان لسه انتخابات وكسرت هذا المنصب من كم سنة ما كانش فيه مستثمر يبقى معاه في جيبه أو في بنكه فلوس كان كل فلوسنا في الشغل صح النهاردة بقى كل وعد فينا الآن وهضرت شوية فلوس على جنب الله أعلم بكرة فيه إيه ده واقع طيب اللي عمل هذا النقل إيه إن إحنا ما عندناش نظرة أو مش شايفين اللي جاي إيه مش قادرين أحدده بدأت الميديا والإعلام يتكلموا إن رجل الأعمال ده إنسان استغل البلد وأخذ أراضي من البلد وعمل وعمل كونت رأي عام سلبي ناحية هزر رجل فأصبح الكل بيتعامل معاه بهذا الأساس ده واقع الأمر نيجي بقى على الجهاز الحكومي أنا أعرف ناس كتير جدا موجودين اللي عارف يطلع رخصة عشان يشتغل مش عارف يطلع رخصة وبدأت في حاجة جديدة بقى وزارة الإسكان تعملها وبقيت الوزارات تعملها أنا بسميها الجباية إنه يبدأ يغير الأسعار يبدأ يحط رسوم ما كانتش موجودة بيسميها زي ما يسميها بقى ده لسه حد كان بيقول أنت يعرفها في تبي لما حد يقول أنا هبيع هيعمل إعلان يقول أن أنا هبيع مثلا هذه الوحدة بهذا الرقم وتروح أنت تشتريها منه فتلا يزود لك حاجة عليها إن القانون هناك حاسم على طول ملاح ما ينفعش آه يقوم عاقب هلا بقى اللي بيعمل كده الحكومة يقولك إيه مش عارف مهلة شراء مهلة إيه شراء مهلة يوعد شغال يقولك شراء مهلة وحط أرقام لأ أصلي هنعمل تعديل وليس تغيير في سعر الأرض يعني ده مسميات تؤديل أمامون واحد في الآخر طب أنت هتلمي كان في القصة نزل قانون التعليات في المدن الجديدة زود قيمة التعليات عشر أضعاف القيمة السابقة القانون ما تنفس أم توقف طيب لما توقف ما رجعش القانون القديم حتى الموضوع وقف hold تحسي أني عارفة إيه في حاجة غلط في حاجة missing في حاجة مفقودة في الحركة ككل يا أم تلاقي أن كل واحد شغال لوحده دي مش مفهومة يا تلاقي فعلا في حد فعلا بيعطل طيب أنا دايما أقول في المقالاء أنا آخر حاجة بس أقول لك في الحيث صدري فانا النهاردة الحروب ما بين الدول ليست حروب أسلحة قد ما هي حروب اقتصادية طبعا فالنهاردة أنا أرى هو أكبر تحدي بيواجهنا عشان نبقى صرحة مع بعض لا اقتصاد طبعا أنا أرى أن أي موظف بيعطل الاقتصاد ده من وجهة نظري هو يخون هذه الدولة أنا حاك قلت معي المعنى أنا قلت إن هذا الكلام وما زلت بقوله الخيانة مش إنك تصوري طيارة ودبابة النهاردة كلام ده عن نت تداري تخش عليه الخيانة إنك تعطالي نميم بلد عند حضرتك حقا أنا عايزة بقى أروح للدكتور بادراوي لأن القانون هيجي لحضرتكو وحضرتكو في البلد